يحتفي العالم في الأول من شهر مارس آذار من كل عام بيوم الإنعدام التام للتمييز واتخذ المحتفلون أشكال متعددة للتعبير عن احتفائهم بهذا اليوم منها إطلاق شعار على شكل فراشة وسط دعوات أممية بضرورة محاربة التمييز بكافة أشكاله هذا وأطلقت الأمم المتحدة أولى دعوة للاحتفال بيوم الإنعدام التام للتمييز في عام 2014 ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على دعوة جميع أفراد المجتمع ليتخذوا موقفا نحو مجتمع أكثر عدلا وإنصافا ويهدف كذلك إلى توحيد العالم للاحتفال بالتنوع ويرفض التمييز بجميع أشكاله انطلقت حملة حول العالم مستخدمة رمز الفراشة وظهرت أنشطة داعمة لها ويعرف التمييز بأنه انتهاك لحقوق الإنسان منافل للقانون والأخلاق والكرامة الإنسانية وتشدد الأمم المتحدة عبر احتفالها بهذا اليوم إلى حق كل إنسان في العيش بصحة وكرامة